دخل وافد على كافور الإخشيدي فقال له أدام الله أيام سيدنا فخفض لفظ أيام فتبسم كافور إلى أبي إسحاق النجرمي فقال أبو إسحاق لا غرو أن لحن الداعي لسيدنا وغص من هيبة بالريق والبهر فمثل سيدنا حالت مهابته بين البليغ وبين القول بالحصر فإن يكن خفض الأيام عن دهش من شدة الخوف لا من قلة البصر فقد تفاءلت في هذا لسيدنا والفأل نأثره عن سيد البشر بأن أيامه خفض بلا نصب وأن دولته صف بلا كدر ترجمة نانسي قنقر